احنا اتكلمنا عن الارتوفيشل انتليجنس وقلنا بالطريقة المبسطة للمشاهد ان دي لما مثلا انت بتدخل تتفرج على حاجات كتير مثلا حاجات لها علاقة بالفاشن حاجات لها علاقة مثلا بالثقافة بالكتب فبيطلع لك الاعلانات بتاعتها اوتوماتيك لي على الحساب بتاعك سواء فيسبوك او انستجرام او اي حاجة من الابليكيشن في بقى حاجة تالية بتحصل غريبة الناس كلها دايما بتقول لنا حاجة بتحصل لهم بيعرفوش ايه هي انا مثلا بقابل انسان على الحقيقة برجع البيت افتح الفيسبوك الاقيه people you may know ان هو انا لسه بقابلها الحقيقة طب ايدي اشرح لنا بقى حضرتك دي ده رعب بالنسباني لا هو مش رعب مجرد هو تليفونه عندك اوكي تليفونه هو عندك وبعدين اللوكيشن انت فتح اللوكيشن اللوكيشن دوت بيعمل عملية تريسنج ليكي تريسنج لكل الخطوات بتاعتك انت روحتي فين و جتي فين واللوكيشن ده مع اللوكيشن اللي هو اللوكيشن الفرد التاني دوت تقابل هنا فيه اللوكيشن مع لوكيشن معين اوكي يبقى انت بيجيلك person you may know him بالزبط بالزبط كده اه في اما هو من خلال التليفون بتاع طالما انت مسجله بيجيلك يقولك invite him مثلا لو انت يمكن تعرفيه عشان تعملي قاد هنا بقى المشكلة الخطيرة يا استاذة ان احنا مش عاوزين نفتح على البحر كده ان اي حد عمله قاد عمله قاد عندي الفلورز بتوعي او الفرنز بتوعي ودي اخطر حاجة بس فيه مثلا فنانين وكده عندهم بالملايين دول هيعملوا ايه وهم بيتعرضوا المشاكل جامدة جدا بيتعرضوا المشاكل جامدة جدا فعلا يعني كده ايه اوحش حاجة حضرتك مثلا عرفت عنها او عشرتها ان حد تعرض الابتزاز الاكتروني اسوأ قصة اقول لها لك حاجة اسوأ قصة يمكن انا بفتكرها لغاية النهاردة كان فيه احنا البنات عبر الفيسبوك اتعرفت بشاب وبحبك وبتحبيني وبتعوين اتجاوز هو الجواز ايه عبارة عن ايجاب وقبول طب خلاص انا ايه اتجاوزتك انا طب موافقة طب خلاص بتاع كلام من ده ابتدوا يحبوا بعض ايه عبر السوشيال ميديا طب انا شوفك وتشوفيني وبتاع وكلام من ده ابتدت بقى يعني ايه تدي الصور لها كده معينة او اوضاع معينة واخد الصور دي كلها فالمهم للأسف الشديد هي زم تقولي فائت حاجة زي كده بعد كده منعت الكلام ده ابتدى هددها بقى الما كنتيش ابتزاز ابتزاز بقى الما كنتيش هتدفع شوفي بقى لك انه بيحبوا جواز الما كنتيش هتدفع خمس تلاف جنيه في الحساب رقم فلاني انا هانشر الصور دي بتاعتك على الفيسبوك واعملك فضيحة جمع اتوجهت هي الجهة رسمية؟ طبعا اوك ادي جات بلغت بقى دي شوفي بقى جات بلغت بس انا انا يعني هقولي الواقع دي عشان لها منظور تاني منظور مهم او للأسرة المصرية منظور للأسرة المصرية المهم البنت جات وقعدت قدمت البلاغ عملنا احتياطاتنا وكل حاجة وقدرتنا نزبط الولد ده ماشي؟ الحمد لله بالاي بيو بتاع والتراصل بتاع المهم تعالي يا بنتي طب انت عملت كده ليه بتاع ابوها بقى امها موجودين بعياته بتاعها مش عارف ايه مش عاوزة تكلم طب اطلع بره الاب والام يعني كلمين انا ابوكي او اي حاجة بس كلميني صرحيني كده ليه ليه عملت كده وبتاع قالتلي والله يا اونكل انا ماسمعتش كلمة حلوة في البيت ده اول كلمة حلوة اسمعها من لفاندي دوت البيت لاحد بيكلمني لبابا ولا ماما ولا اخوتي زبليني خالص وانا اول مرة اسمع كلمة حلوة من هذا الشخص